الحياة قاسية ومؤلمة بكل تفاصيلها وتجاربها التي نعيشها في الماضي والتي نعيشها الآن والبشر تصرفاتهم وأفعلهم عجيبة وغريبة ولا تصبح حياتهم كسساً تحكى واحدة حفزت على شرفها وربنا سطرها وساعدها وأعطاها حسن الخاتمة لتضرب لنا مثل في جمال التمسك بكتاب الله وسنته الفنانة أمينة نور الدين باعت شرفها ودينها فوق طولة الأمور ولكن يتدخل القدر وأخدت في النهاية حسن الخاتمة رفضت الجواز من أنور وجدي ويحي شهين وصفت الوسط الفني بالرمرمة وشيع عنها إن هي والدة نادية الجندي وإن نادية الجندي حطيتها في مستشفى الأمراض العقلية كرمتها الحكومة المصرية وقالوا عليها كمان إن هي شبيهة نادية الجندي أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إمي لسه مشتركش يشترك وحط اللايك ولكم إنت أختكم محتاجة دعمكم حب أشكركم على دعمكم لقناتي ويربي دمكم نعمة في حياتي واتمنى منكم مزيد من الدعم الحضور الراكي المحترم عندها فندق بالزمالك جنب كلية الفنون الجميلة تركت عملها في السفرة من أجل الفن السفرة البولندية الفنانة أمينة نور الدين اسمها أمينة علي نور الدين أحمد من الأسكندرية تولدت في 5 مارس 1910 والوفاة 3 يناير 2002 عن عمر 92 عام أبوها كان مهندس من أشهر المهندسين الموجودين في الأسكندرية في مجال الإنشاء توفى أبوها وربها عمها ومرات عمها كانت بتعملها معاملة قصية جدا ودخلت مدارس الفرانسيس كان اللي حطها فيها عمها طروبا من أسوة مرات عمها الفرانسيس كان دي مدارس خاصة عمها كان بيزورها في أوقات متبعدة كل سنة أو سنتين عاشت حياتها هناك كلها ثم التحك بمدارس حلوان السنوية كانت متفوقة وشطرة المدرسة كانت بتعمل حفلات ومسرحيات وتعرفت في المدرسة على مدرسة بولندية الأصل عجبت بيها وبذكاءها وبعلمها وعلمتها العصف على البيان واللغة البولندية دخلت بعد السنوية العامة دخلت كلية الأديب وقتها عمها توفى وحصلت مشاكل بينها وبين مرات عمها وفي النهاية قعدت مع مدرستها البولندية في شقةها اتبنتها المدرسة البولندية وكانت بتعملها زي بنتها وصرفت عليها في الجامعة دي كمان توصطت لها واشتغلت في السفارة البولندية في مصر كانت مترجمة فورية في السفارة البولندية وبدأت تتعرف في السفارة ويزيق ستها وكمان اشتغلت مراسلة صحفية للفن كانت بتبعت مقالات للمجلات فيه تخصصات مختلفة التخصصات دي ما كانتش مخصصة للبنات وكانت بتلبس لبس الرجالة وتدخل المسرح والبيلاتو التصوير والتصوير السينمائي اللي سعيدها لكده عملها في الصفارة البولندية لقيت نفسها فجأة بتعرف كل المنتجين والمخرجين والفنانين وبتقعد معاهم وبتتكلم معاهم في المسارح وفي الكواليس في البيلاتو التصوير وأثناء تصوير الأفلام اتعرفت على رأي إبراهيم والمخرج هنري باركات والمنتجة أسيا داغر إلا أقنعوها أنها تدخل الفن وتشتغل فيه تشتغل معاهم في السينما وقتها كان المخرج هنري باركات كان بيحضر لفيلم المتهمة سنة 1941 كان وقتها الفنانة أمينة نور الدين تقريبا عندها 31 سنة كانت البطولة والإنتاج لأسيا داغر ويحيى شاهين وزاكي رستم عبد الفتاح القصري وفردوس محمد وزينب صدقي وأمال زايد وهو بيعمل منتج الفيلم لأمسحت الفيلم تولد قوي اضطر إنه هو يقص من بدايات الفيلم واستبدل للربع ساعة وقال أجيب راوي أو راوية تحكي أحداث الفيلم في الأول في بدايات الفيلم وده ياخد من مساحة الفيلم خمس دقايق كان بيدور على صوت يحكي الحكاية أشرت عليه المنتجة وبطلت الفيلم أسيا داغر رشحت له أمينة نور الدين قالت له إن هي مسقفة بتتكلم كويس وبالفعل دخلت أمينة نور الدين تبداية الفيلم كراوي للفيلم ونجحت نجاح كبير جدا عملت بعدها فيلم بنت الشيخ ونداء القلب وشهر العسل وماضي المجهول والشريد ومؤامرة وبالنارين وبالفعل كان بداية فيلم المتهمة هي كانت الراوي ليه بصوتها وبعد عرض الفيلم أعجبها بيها هنا رباركات جدا جدا وبطريقة غير عادية وفوق العادية وانطلقت أمينة نور الدين في عالم السينما بدأت بطولة بصوتها لكن المخرجين والمنتجين ملاقوش فيها جمال النجمة اللي تشيل فيلم ويبقى بطولتها لأن كان أداءها ضعيف وشكلها عادي فنزلت إلى الأدوار الثانية والثالثة مسلسل إزاعي سنة 1959 دخلت دي من مسلسل عيلة مرزوقة فاندي في الإزاعات المصرية وفجأة توفت المدرسة بتاعتها المتبنيها المدرسة البولندية اللي تركت لها أموال طائلة تميع سرويتها وكتبت الفلوس كلها باسمها وقتها بدأت أمينة نور الدين تتمتع بحياتها وسفرت لفرنسا من هنا بدأت المأساية اللي حكيتها بنفسها في مجلة الأتنين والدنيا قررت أمينة نور الدين إن هي تسافر باريس لقضاء أسبوع هناك وأخذت فلوس كتير ونزلت في أكبر فندق في باريس وكان معها فلوس كتير وأموال طائلة واللي عملته أول ما خدت الفلوس والأموال دي لعبة الأمار وقاعدت على طاولة الأمار قاعدت تتفرج بعد كده قالت أجرب وبعد ما جربت لعبة بمبالغ بسيطة بدلت تلعب وتخسر تلعب وتخسر وناس كتير قاعدة تلعب لغاية لما فلست خالص لا بقاش معها فلوس تلعت فوق قدتها كابت بقيت الفلوس اللي معاها ولعبت بها وخسرت برد لقيت راجل بيت حك وهو واقف على طاولة الأمار وقال لها أنا مستعدة عوضك وديك كل اللي انت عايزيه لكن لازم تدفعي التمن بصت وقالت ايه التمن حست وقتها ان هي ممكن تبيع شرفها وتبيع دينها على تربيسة الأمار وقال لها صاحب الكازنو انت دلوقتي مديونة ليا وقتها كان لبس خاتم في اديها 8400 جنيه رهنت بيه وسددت فلوسها ولعبت تاني وقالت ممكن اكسب لكن خسرت تاني وفجأة النور الايمان زهر في قلبها وتلعت قدتها وخذت شانتتها وهدومها وخرجت جري من الفندوق وكررت التوبة واخدت الكرار ونفزيت ما كانش معاها في اديها الا الشانتة اللي فيها الفساتين بتاعتها وقفت في الشارع وبعتها في شوارع باريس في الآخر تعبت ونامت في الشارع وفجأة لقيت واحد بيه صحيحة هو شورتي فرنسي وده لما نامت في احد الحضائق في باريس حكيت له حكايتها وقعد يضحك وقال لها عالي معي وخدها بيته عند مراته قدم لها الاكل والشرب نامت واستحمت تلعت تاني يوم على شركة الطيران حجزت تسكرة من باريس لمصر وكمان اشتري لها هدوم والمفاجأة وهي قاعدة في الطيارة لقيت له حتطلها طوالي الف جنيه من العملة الفرنسيوي اللي هو الفرنك الفرنسي وكررت ان هي ترجع باريس عشان ترد للراجل ده فلوسه ولما رجعت مصر تعرض عليها افلام كتير جدا لكن رفضت تماما ومشتريت طريق التوبة رجوع الى الله ربنا اكرمها ولبست الحجاب وتحجبت وسفرت للحج ورجعت من الحج وحجزت طيارة من القاهرة لباريس خدت الفلوس معاها ورحت لحد بيت الراجل ده وتلعت العمارة بتاعتها خبطت على الباب لقيت الراجل ولا مراته تلع لها راجل وقال لها انا كنت مش موجود وقافل الشقة بقالي تلات اربع سنين قالت له ازاي قال لها كده المهمة ملاقيتش الراجل ده ورجعت لمصر تاني وقعدت تفكر في اللي حصل لها وراحت زارة شيخ الازهر وحكيت له الحكاية واللي حصل لها في باريس لكان رد شيخ الازهر انه قال لها صدقتي مع الله فصدق الله معك ده كان ملك من الملائكة ربنا صورهم لك في صورة ناس عشان تكملي حياتك بالشكل ده نزلت مصر واشتريت فندق وسميته لونشان بانت دار للايتام حطت فيها الف يتيم كانت بتكبرهم بتأكلهم وتلبسهم وتعلمهم بعدين يشتغلوا في الفندق حتى الحكومة المصرية تهيئة السياسية طارت الفندق ان يكون من الدرجة الاولى ربنا فتح عليها اكتر بين 3000 واحد يتيم في دار الايتام ربتهم على قديها يطلعوا يشتغلوا ويجبروا وتشغلهم في الفندق بتاعها واصبحت من الصالحين كانت بتعلموا القرية والكتابة وتعليم الدين وتعليم الكرآن الكريم ناب بتنزل تلم بنات الشوارع البنات والست بدخلهم الملجأ بتاعها ودار الايتام ناب بتجوزهم منهم فيهم اتجوزت مرة جابت بنت وحيدة ومن تعرضها للموقف على طولة الامار ربنا سبحانه وتعالى اشتريها وغيرت حياتها تعالها من الصالحين ربنا كرامها اخر كرام ربنا ارحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة